السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم معي في القناة وفيديو جديد الفيديو غيكون فيديو خفيف الطريف جيت نطيب واحد الحوتة في الفرن قلت لي ملا انني نصورها معاكم ونتقسم معاكم الطريقة ديالي العادية والبسيطة غنتقسم معاكم الطريقة ديالي باش نطيب الحوت في الفرن يعني اي حوت تبغيتو تطيبوها في الفرن غادي تطيبوها بهات الطريقة اللي غنتقسمها معاكم مع الخضراء ومع واحد الصوس لكي يجيب نين ان شاء الله هاد الطريقة تنال اعجابكم ويكون هاد الفيديو خفيف طريف على قلوبكم وانتقلوا على بركة الله باش نتعرفوا على الوصفة هنا يا شفتو انني انضفت الحوتة ديالي مزيان والاشارة هنا يا ماشي ضروري انكم يعني تطيبو شي حوتة تكون غالية او شي نوعية ديال الحوت يكون غالي هنا يا كنتقسم معاكم واحد النوعية اللي هي عادية ولكن بهات الطريقة اللي كان اعتمدوها في الطياب كتخرج لنا الحوتة بنينة المهم من بعد ما غسلت الحوتة ديالي مزيان وانضفت لها الاحشاء ديالها وانشفتها مزيان من الماء هنا يا نتقسم معاكم العطرية اللي غان نشرمل بها الحوتة ديالي هنا يا لحسب الحوتة اللي كانت كبيرة ولا صغيرة هنا يا غان دير ملعقة صغيرة جدا يعني ملعقة ديال قهوة الصغيرة ديال الإبزار وملعقة ديال الكامون الكامون غان نضيف ملعقة كبيرة ديال الكامون ملعقة صغيرة ديال الإبزار وملعقة صغيرة ديال خرقوم وغنضيف أيضا ملعقة صغيرة ديال القصبر حبو القصبر جيف وغنضيف أيضا واحد الملعقة صغيرة ديال الزعتر وغنضيف أيضا ثلاثة ديال فصوص ديال التومان اللي غنحكهم بهالطريقة غنخلي لكم المقادير في صندوق الوصف وهنايا غنخلط هاد التوابل بالقليل من زيت الزيتون اللي كان عندي من السن بالزعتر وبالتومان غنضيف منه واحد الكيمية ديال واحد ثلاثة ديال معلق كبار ديال زيت الزيتون غنخلط به الشرمولة ديالي مزيان وغنبدأ نشرمل بها الحوتة ديالي مزيان هنا يتوابل أيضا كتبقى على حسب الدوق يعني كينين اللي كيفضلوا واحد من نوعية ديال العطرية باش كيشرملوا بها الحوت ديالهم وهنايا من بعد ما شرملتها مزيان بالعطرية غنخليها جانبا وغندوز هنايا تشوفوا معايا الخضراء اللي غنرفقها مع الحوتة ديالي هنايا قطعت البصلة للدوائر غنستفهم بها الطريقة باش نحط عليهم الحوتة ديالي من فوق بهذه الطريقة وغنستف الخضراء الأخرى على الجوانب عندي هنايا الفلفل الأحمر وأيضا الفلفل الأخضر اللي قطعتهم دوائر وأيضا البصل والبطاطا غنستف الخضراء ديالي كاملين على الجوانب ديال الحوتة ديالي وأيضا غنضف عليها دوائر من البصل من فوق كتبقى طريقة سهلة وطريقة مبسطة غنضف أيضا حبات البطاطس اللي قطعتهم دوائر هنايا البطاطا سبقوا ودهنتها أو شرملتها في ديك الشرمولة اللي بقتلي العطرية اللي شرملت بها الحوتة هنايا غنحط واحد القطع ديال الحامض من فوق الحوتة ديالي وغنغطيها بوارق الفرن وغندخل هالفرن تحمر معايا أو الطيب على خطرها غنطيبها من أسفل وأعلى على درجة مئتان درجة وغندوز هنايا نحضر واحد لاسوس أو واحد شرملال اللي غن نرفقها بالحوتة ديالي هناي في طنجرة على نار متوسطة غن نضيف واحد الكيميا ديال زيت الزيتون وغنضيف لها واحد لبصلة كبيرة مشلدة كتشوفوا أنني شلتها قطع صغيرة في آلة الطحن يعني ما طحنتهاش بززف ولكن شلتها كتكون قطع صغيرة بززف وهنايا في متحنة كهربائية غن نقطع واحد الحبات ديال الفلفل أحمر ووجود الحبات ديال مطيشة غنضيف لهم واحد الفصل ديال التومة واحد الملعقة كبيرة ديال مطيشة للحك غنضيف لهم شوية ديال الماء وغنطحنهم زيان حتى نتحصل على خليط يكون سائل هنا يمن بعد ما طحنتهم مزيان غنضيفهم على البصلة اللي خليناها تشحر مزيان وغنستمروا نخلطهم زيان ونخليهم على النار يتشحروا غنضيف لهم شوية ديال الخرقوم وشوية ديال الإبزار غنخلطهم زيان من بعد ما بدت الخليط ديالي يغلع غنضيف ليه واحد الكيمية ديال القمرون هنا يكان عندي القمرون متلج أو مجمد غنبدأ نخلط في الخليط ديالي مزيان ونخليه على نار هادئة واحد وربع ساعة ونطفيه عليه ويكون سوس ديالنا جاهز ممكن نضيفوا ليه أيضا سلسل حارة كجمعة رائعة وهناي الحوت ديالي من بعد ما خرجتها من الفرن رفقتها بالسوس اللي سبقوا حضرناه كيجي رائعة والخضرات كتجيب بنينة مع هاد الحوت المهم هو أنكم ما تخليوش الخضرات طيب بزاف وتكمش في الفرن غطيو الحوت ديالكم طول فترة الطهي في الفرن حتى تقربوا تخرجوا الحوت ديالكم من الفرن عاد تحيدوا عليه ورق الفرن وهناي وصلنا نهاية الفيديو هذه كانت فكرة اليوم والموعد ديالنا دائما كيكون على القناة مع مزيد من الأفكار وفيديوهات جديدة كنخليكم في أمان الله والموعد ديالنا على بركة الله في أقرب الأوقات